على وقع الأزمة المثارة بشأن الوثائق السرية الرئيس الأمريكي جو بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثرتها تلك الوثائق حديث بايدن جاء إلى الصحفين خلال توجهه إلى كاليفورنيا حيث أكد على امتثاله لتوجيهات المحامين لقد وجدنا بعض الوثائق التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة كان البيت الأبيض قد انتقد الجمهورين معتبرا أنهم يبدون ما وصفه بالغضب المصطنع في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها لدى بايدن مؤكدا أن الأخيرة يتعاون مع الكونجرس فيما يخص تلك القضية وبعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية أقرى البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تم العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما وذلك في أحد مكاتفه السابقة في واشنطن وفي منزله بولاية ديلاويرد وأعلن وزير العدل الأمريكي تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب وذلك لتبديد الشكوك دوجود ازدواجية معايير غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريةها الضئيلة في مجلس نواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطلبت بالحصول على مزيد من المعلومات